موسيقى مساء الخير أهلا بكم في تكتيكال لاب هنا في هذه الحلقة الاستثنائية التي لن نستعرض فيها جولة فحسب بل سنستعرض القسم الأول كاملا من خلال أرقام وإحصائيات وأبرز ملامح الفرق في السبع جولات والمباريات وما يميزها وما يعيبها وكيف تطورت ولماذا تراجعت وما السر من الاستمرارية في النجاح وما هو سبب التدهور وتسليط الضوء فنيا وتكتيكيا على الفرق الثمانية المشاركة في دور فيفا الممتاز بعد نهاية القسم الأول منه وباقي له قسمان ليستأنف هذا الدوري مبارياته إن شاء الله في يوم الثامن عشر من يناير من العام القادم ابقوا معنا في تكتيكال لاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في تكتيكال لاب ونرجع نستعرض معكم جدول الترتيب بعد نهاية القسم الأول وللتذكير فإن نادي الكويت هو في الصدارة بـ 19 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقية له نادي الجهراء بـ 13 نقطة وثالثا السالمية بـ 12 نقطة ثم القادسية رابعا بـ 9 نقاط ثم النصر الخامس بـ 7 نقاط وكاظمة السادس بـ 7 نقاط العربي السابع بـ 6 نقاط وأخيرا نادي التضامن ثامنا بنقطتين فقط ولا زال متصدر لائحة الهدافين في دوري فيفا الممتاز لكرة القدم البرازيلي فابيانو مهاجم نادي الكويت برصيد 7 أهداف بداية أرحب بالضيوف في تيكتيكال لاب أرحب بالزميل المحلل ناصر الشطي مساء الخير ناصر مساء النور مهند مساء أمسي عليك وعلى علي على السادة المشاهدين أهلا وسهلا فيك مساء الخير علي مساء النور مهند أحييك وحيي ناصر وحيي السادة المشاهدين بداية نتكلم عن ناصر القسم الأول وأبرز يعني ما لاحظته خلال هذا القسم من الفرق الثمانية بشكل عام والله أبو يوسف شوفي أول شيء اختيار الدوري الدرجة الأولى الدوري الممتاز الدوري الدرجة الأولى أعطى يعني منافسة أكبر خاصة في الدوري الممتاز يمكن قاعد نشوف كل مبارات لها حساباتها كل مبارات فيها صعوبة كبيرة حق كل الفرق يمكن في دور الدمج ما كنا نشوفها الشيء هذا الشيء الإيجابي أكثر أنا قاعد أشوفها في خاصة الدوري الممتاز نعم علي بنظرة يعني عامة وشمولية على القسم الأول أبرز ما لاحظته مهند مع نهاية القسم الأول ممكن شفنا بعض الفرق قدمت مفاجآت على المستوى الفني لكن النقطة الأهم بالنسبة لي التوقف الفترة الطويلة اللي راح يريد يبلش فيها القسم الثاني في فترة كبيرة راح تتعامل مع وضعيات يديدة خصوصا الفرق اللي ما عندها رصيد كبير من المفاجآت لما نتكلم عن الجهرة الجهرة راح يقدم قسم ثاني نوعا ما الفرق فهمت الجهرة وتحولات الجهرة وخطورة الجهرة فهذا التحدي راح يكون حق أغلب الفرق بالغسم الثاني نعم اليوم في هذه الحلقة تحديدا في تكتيكاللاب راح ناخذ الفرق بنظرة شمولية عامة ونجري مسحا فنيا تكتيكيا مع الزملاء المحللين وبداية الروح إلى القاتسية الذي وجد نفسه بعيدا عن المنافسة والنصر أكثر من استحوذ على الكرة في القسم الأول اشتركوا في القناة إذن النصر هو الفريق الأكثر استحواذا في القسم الأول لم ينتصر إلا في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر أربع مباريات سجل تسع أهداف وعليه 12 هدف هو حاليا في المركز الخامس برصيد سبع نقاط يعني هو يمتلك ثلث النقاط المتاحة ويدربه طبعا بكل تأكيد المدرب الوطني ظاهر العدواني بداية علي نروح إلى نادي النصر وفي ظل أداءه في القسم الأول مع مدربة ظاهر العدواني هل أجاد النصر في تنفيذ التحولات الهجومية لطريقة اللعب بوجود المهاجم الكولومبي كارلوس وكلهم من قلفة ومشعل فواز وراشد المطيري وفيصل براميا بالبداية مهند بابدي من ويما انتهيت بغضية حقيقة أن النصر كان الاستحواذ الأعلى بالقسم الأول والمباريات اللي كان النصر صراحة كان قالبا هو اللي تتحكم بغاء المبارات لكن نرجع حق تفسير الاستحواذ الأعلى ونقارن بعدد الفرص الحقيقية اللي كان يخلقها النصر بالمباريات ممكن نوعا ما فيه فرص لكن تبقى غليلة والربط مع قلة الفرص بالنسبة لي محدودية كارلوس وضعيات جسده والمكانية خلق تناوب خلق المساحات خصوصا لما انتكلم على مشعل فواز ويوسف قلفة كان مهاجم ممكن ممتاز بالدبل باس أو انت تسند عليه من الخلف لكن محدود انت نادي النصر لما انتتحكم بغاء المبارات في جمل رح تصير فيها تنوع أكبر خصوصا لما انتكلم عن مهاجم انت بحاجة تتهاجم القوام القائم الأول أو القائم الثاني بالعرضيات أو تخلق مساحة حق الغادمين من الخلف هذه كارلوس نوعا ما محدود فيها نعم في نفس الجزئية نادي النصر كيف تقيم التنظيم الدفاعي ناصر للعنابي خلال قسم الأول مباريات السبعة مهند أخويا مهند أول شيء نادي النصر ممكن بلش مشروع من قبل ثلاث سنوات و بلاعبين شباب بلاعبين معدل أعمارهم دائما صغير ممكن احنا لو نرجح على خط الدفاع تشوف أسامي خط الدفاع دائما اللاعبين لا يتخطون 22 سنة أنت لو أتيح حق العليان محمد خالد الياقوت هذه الأعمارهم 22 21 و 20 سنة أنت لما تكلم عن لاعبين بهذه الأعمار تحتاج لاعب قائد لاعب قائد يعني عنده خبرة كبيرة و أفضل أنا بوجهة نظري أنه يكون نفس اللغة يمكن فيه لاعب محترف ويهم لكن اللغة تفرق و يمكن أن نشر التواصل بين اللاعبين يعني أنت لو ترجع حق الهداف اللي دخلت مرمى نادي النصر مبارات لخيرة أمام العربي لكن هدفين كانوا من كرات ثابتة تشوف أن التركيز العالي ما يكون موجود يمكن التنظيم الدفاعي بشكل عام لنادي النصر كفريق أنا أشوفه لا أبس فيه لكن لما تحق الأفراد ممكن العامل الذهني أو التركيز الكامل لأن نهاية المبارات عندهم مضعيف أيضاً أنت عامل خبرة المهمة ممكن لو ترجع أيضاً للهدف الثالث للنادي العربي اللغة الجسد والمهمة تتكلمين عنها كخط دفاع هذا تعتبر من الأشياء المهمة والتي يتيمع الخبرة لغة الجسد شو تقصد فيها كبير؟ لما أنا كمدافع لازم وكفتي تكون صح لازم وكفتي تكون صح خاصةً بالكرات العرضية خاصةً الكرة إذا كانت في الجهة اللي مو أنت متمركز فيها تمركز زوايا الرؤية أيوة فممكن لو ترجع حق الهدف الثالث خاصةً قول العربي الثالث تشوف أن وكفة المدافع كانت خطأ وتسببت فيها هدف أيضاً الهدف ممكن الأول والثاني كانت عن طريق كرات ثابتة وكانت تشوف تمركز اللاعبين ممكن القول الأول داخل الستة والقول الثاني الكرة ممكن طافت أكثر من اللاعب بوجهة نظره يخط دفاع النصر يعاني من مشاكل فردية يحتاج لاعب خبرة وفضل أن يكون لاعب يعني يا كويتي أو نفس اللغة يتحدث مع اللاعبين لكن اللاعب المحترف يفرق عن اللاعبين لأن اللاعبين معدل أعمالهم صغير خبرتهم قليلة فهذه نحن نرى أنه تسبب مشاكل بدفاع خط النصر نعم إذن في نفس القسم الأول القاتسية أيضا من سبع مباريات فاز مرتين وتعادل في ثلاث مباريات خسر في مناسبتين وسجل ثلاثة عشرة هداف لا يملك من النقاط سوى التسعة وهو في المركز الرابع ويدربه المدرب دالي بور علي إذا بغينا نشرح فلسفة لعب نادي القاتسية هل نادي القاتسية نقول أنه فلسفة قائمة على اللعب الطولي المباشر أم على الاستحواذ أو على اللعب الأفقي والاستحواذ العرضي يعني في نهاية نريد أن نعرف هوية نادي القاتسية في اللعب مهند قبل هواك أنت تتكلم ويا ناصر نتكلم على الصعوبات التي واجهها الجهاز الفني بنوعية اللاعبين الموجودين خصوصا بوسط الملعب وتشابه خصائصهم هذا أنت كجهاز فني أو مدرب تجد الصعوبة خصوصا إذا تزامن تواجد هاللاعبين خصائص متماثلة مع غيابات اللاعبين يعطونك الاختلاف لما نتكلم عن قياب سيف الحشان محمد الفهد هذين لاعبين هم اللي كانوا يقدرون يغيرون هوية القاتسية لما نتكلم نحن على لاعبين ممكن يرفعون من نسب الاستحواذ والتمرير الأكثر الضفيري أو محمد خليل أو صالح الشيخ لاعبين عندهم قدرة على الاستحواذ والسيطرة والعمل العرضي لكن كانوا فاغدين اللاعب اللي يطلب الكرة بين الخطوط مثل سيف أو محمد الفهد ويعطي هوية نوعا ما أوضح للفريق فبالقسم الثاني بعد هذه التوقف ممكن تكون هذه مصالح الجهاز الفني للنادي الغاتسية يعادة الأوراق وخلق هوية نوعا ما أوضح نعم ناصر هل تشوف أنه في خلل في تركيبة خط وسط القاتسية بسبب يعني تشابه خصائص معظم اللاعبين في هذا الخط نفس الموضوع اللي تكلم فيه علي أبو يوسف يمكن القاتسية أكثر من بارياته في الدوري لعب ثلاث محاور دايما يكون لاعب ارتكاز وجدام لاعبين محاور فنحن قاعد نشوف أكثر ثلاث لاعبين شاركوا مع بعض اللي هما رضا هاني وصالح الشيخ وأحمد الضفيري يمكن أن تتكلم عن رضا هاني يمكن استايلة مختلف عن صالح الشيخ وأحمد الضفيري لكن أنا أشوف صالح الشيخ وأحمد الضفيري فيه تقارب كبير يعني بحالتهم الفنية وشيء بالخصائص يعني أن تتكلم لاعبين اثنيناتهم ما يحبوا الالتحام البدني لاعبين دايما يفضلون يلعبون بالكرة فأعتقد أنت لما تلعب ثلاث محاور بيوسف لازم خصائص اللاعبين مختلفة يمكن الأغلب بثلاث محاور دايما نشوف خاصة بفريق مثل نادل قادسية دايما يفضل يبني من وراء دايما يفضل يعني الاستحواذ واللعب بالعرض فوجود لاعب أمام المدافعين يقدر يلعب تحت الضغط أنا أشوفه هذا أمر ضروري يمكن إحنا بالفترة الفترة الأولى من القسم الأول دايما كنا نشوف رضا هاني ولاعب رضا هاني يمكن لاعب بدني لاعب أنا أشوف أنا وجهة نظري الفنية أن إمكانياته يعني مقلي من إمكانياته بتواجده أمام المدافعين لأنه لاعب بدني لاعب يقدر يعمل لك الضغط العالي الضغط العكسي أين تشوف مكانياته بشكل أفضل؟ يعني أنا أمكن حضوري إمبارات الأخيرة أبو يوسف اللي ما كانت منقولة العربية والغادسية في كاس الاتحاد كانت وجهة نظري هي التركيبة الأمثل في ثلاثة الوسط لنادر القادسية وجود محمد خليل لأن محمد خليل لاعب أنا بوجهة نظري الفنية أشوف اللاعب الأفضل أمام المدافعين في الكويت رضا هاني يكون لاعب أحد المحاور لأن رضا هاني لاعب بوكس تو بوكس لاعب يقدر يعطيك زيادة العددية لاعب يقدر يعطيك الضغط العالي والضغط العكسي فوق يعني خاصة نادي مثل القادسية دائما نشوفه يضغط في ملعب الفرق الأخرى فرضا هاني قادر أن يعطيكها الأدوار واللاعب الثالث أشوفه يكون لاعب فني مثل ما قال أخي علي عودة سيف الحشام من الإصابة وعودة محمد الفهد ستعطي نادي القادسية أفضلية بهذا الشيء لأن دائما التركيبة تكون من لاعب يبني لك من وراء اللي هو آخر لاعب بوسط الملعب ولاعب بدني اللي يعطيك الأدوار اللي تكون دائما أغلبها بدون كرة ممكن يزيد بدون كرة أو عمله البدني بدون كرة واللاعب الثالث دائما عنده الحلول الفردية ويكون لاعب يعني يمتلك مهارة نعم من الأمور أيضا علي اللي يعني شوفها أوجدت اختلاف في خط هجوم نادي القادسية الموسم السابق كنا شوف لاعب كان هداف يعني اسموه المنقذ والمحترف البرازيلي داسيلفا نادي القادسية عنده مشكلة في النهايات ويعني في ترجمة اللعب إلى أهداف في وجود مهاجم البرازيلي الجديد وهذه المشاكل اللي مهند لمانيد تتكلم على فريق يبي نافس على الدوري مشكلة ما هي صغيرة خصوصا لما تتكلم على مهاجم اليوم المهاجمين على مستوى العالم ورجع حق أي فريق حتى بالهاي لفل الفرق اللي تنافس على الدوري إذا المهاجم اللي عندك ما يقدر ينهيلك الموسم بـ 25 هدف أو باختلاف الرقام يترجملك على الأغل 30 أو 50 بالمئة من الجملة الهجومية اللي أنت تخلقها صعب تكون منافس جدي على الدوري لما نتكلم عن مهاجم القاتسية أو أعلى لاعب متمركز تياقو عنده نوعا ما امتياز أو ممكن جزء تقدر تشيد فيه بحركته بدون الكرة أو بالتزامة بأدواره التكتيكية لكن هذه ما هي كافية أنت فريق تتنافس على الدوري تحتاج أنك تكون حاسم بوقات وبمباريات الفرص فيها غالية ممكن لما نرجع حق مبارات الكويت جاتك فرصة أو فرصتين إذا ما كنت أنت حاسم فيها راح تروح للمبارات نعم إذن التوقف الأول راح يكون بيننا وبينكم وبعده نلتقي مع الخبير التحكيمي منصور أبول من بعد هذا التوقف ينضم لنا الآن داخل استوديو تكتيكال لاب المحاضرة الآسيوي والحكم الدولي السابق منصور أبول مساء الخير منصور مسي عليك وعلى المشاهدين وتمنى إن شاء الله تكون حلقة مميزة كابس المهند وعندنا حالات كثيرة من خلال الجولات التي طافت نتكلم عن أبرز الحالات الإيجابية والسلبية نعم نحن الآن خلصنا القسم الأول في هذا الدوري دوري فيفا ليغ الممتاز ومن خلال لعبة 28 مبارات تم تسجيل 88 هدف اليوم بعد انتهاء القسم الأول ماذا جهست لنا يا منصور؟ طبعاً الحالات التحكيمية سنتكلم عنها الأبرز حالات طبعاً نتكلم عن الحالات التي صار عليها لغط وجدل وكثير من الكلام سنتكلم على اساس أن نوضح الصورة لأخوة الرياضين والمشاهدين بأن هناك في لغط كبير ولكن نحن هنا سنضع الحالات لتدارك هذه الحالات بالمستقبل ونمشي بإذن الله على الحالات بالتدريج طبعاً هذه اللغطة ستكون لغطة مباراة الكويت وكاذمة في الجولة السابعة وأدارها الحكم يوسف نصر طبعاً الحالة هذه اللي صار عليه لغط بأنه آلية الطرد طبعاً هنا كانت مخالفة واضحة وصريحة على جمعة سعيد لحظة دفع لعب نادي كاظمة صلبوخ ولكن ردت فعل لعب نادي كاظمة بعد ما طبعاً حكم المباراة أعلن أن هناك مخالفة طبعاً هناك دفع واضح مباشر ولكن هنا طبعاً لو نلاحظ هنا صلبوخ طبعاً يدفع لعب نادي كاظمة بهذه الطريقة لاعب نادي الكويت ويحصل على البطاقة الثانية طبعاً شوف هنا صلبوخ رايح لللاعب بقصد أنه يعتدي عليه بهذه الطريقة طبعاً طبعاً هنا هنا هنحنا راح نتكلم عن هذه الحالة حكم المباراة كابتن مهند لازم حكم المباراة بالإضافة إلى المساعدين والطاقم دائماً أي مخالفة أي شيء دائماً يكتبون ملاحظات على الكرت بأن هذا اللعب لديه اندار اللغة اللي صار هنا المفروض أنت لما تكون واضح وكاتب هذا الرقم مباشرةً تروح لصلبوخ وتشير بطاقة الصفرة الثانية ومن ثم اطرد ولكن لأن يوسف مكاتب الرقم مواضح عنده والمساعدين لم يخفرونه ما يبلغه فبالتالي داش في هذا الرزق أنه ما كان عارف أنه لديه صلبوخ هناك كرت آخر كان لديه كرت مسبق سؤال شلون الحكم ما يعرف أن اللاعب لديه كرت مسبق هذه المشكلة يكون مثلاً كاتب والكرت صار عليه ما يرطوبه وكذا راحل الرقم أو مثلاً ممركز احنا دائماً نقول التركيز 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 فالحكام ممكن يستعين فيهم في هذه اللقطات؟ أكيد ممتاز الطاقم التحكيمي هم التيمورك دائماً يتعاونون مع بعض دائماً نبلغ المساعدين والرابع اكتب معي ممكن أنا أخفل عن بطاقة معينة أو كذا اكتب معي عساس لما يبلغني بالمايك بأنه ترى صلبوخ لديه بطاقة مسبقاً فبالتالي ما أحتاج أروح نص الملعب ومن ثم أتذكر أنه والله قالولي ترى عنده بطاقة وأي مرة ثانية وأشهر البطاقة وأديش في هذا اللقط لو مباشرة أشهر البطاقة الصفرة ومن ثم الصفرة ثانية خلصنا كان يطلع الكرت الأحمر وبالتالي ما كان يديش فيه هذه المعمل يجي المراقب والمساعد وإلى آخره يديش فيه هذه الملاحظة فالملاحظة هنا يجيش نحن نقول للحكام دائماً والمساعدين كتبوا مع بعض البطاقات والأمور اللي تخص العساس لا يديش فيه هذا الدوامة مثل ما يقولون ممتاز هذه الحالة اللي عندنا في هذه المباراة ننتقل إلى مباراة أخرى ضمن مباراة الجولة السابعة وأجمعة التضامن والقادسية وأدارها الحكم جاسم جعفر نعم نروح إلى هذه اللقطة طبعاً نحن نروح للحالة هذه اللي احنا قلنا المباراة الثانية هنا طبعاً تشوف نلاحظ أن صلبوخ مو عاجبة القرار وطلع بهذه الطريقة فبالتالي نروح للمباراة الثانية نعم 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 نتظار اللقطة الثانية مباراة تجمع فريقي التضامن والجهرة أدارها الحكم جاسم جعفر ضمن مباراة الجولة السابعة نعم شوف هنا طبعاً ركلة جزاء واضحة وصريحة أنت يا جاسم أعلنت عنها ممتاز كانت قريب قرار سليم ومن ثالي أشهرت البطاقة الصفرة للاعب نادي التضامن احنا بنتكلم هنا آلية ركلة الجزاء انت كحكم في التعديلات الجديدة انت كحكم عليك انت تشاهد يا مهند اتشاهد النظر يكون على اللعبين خط الجزاء الخط والمساعد يلاحظ خط المرمى خط الجزاء شنو قصدك فيه خط الثمنتاش ايه شوفني شوفني لو نلاحظ جاسم قاعد يطالع المرمى المساعد يشاهد المرمى وهذا اللي يطاحه فيه أو الغلط اللي احنا ما نبيه دايماً نقول لحكم المباراة العين والنظر على خط خط الجزاء شنو المقصود بخط الجزاء ممتاز المقصود بان اثناء ركلة الجزاء ولا لاعب يجتاز خط الجزاء ما قبل الركلة اللي صار شلي صار ارجع مرغانيا هل هو خط منطقة الثمنتاش او هو خط الجزاء خط الجزاء خط الثمنتاش خط الجزاء احدد لي اهني بس خلي شوفه بالصورة عندك اي واحد هذا هذا هاي يسمونه خط الثمنتاش تمام منطقة الجزاء احنا نسميها منطقة الجزاء هذه المنطقة منطقة الجزاء العين هذا كحكم جاسم المفروض العين يكون نظره الى اللاعبين اي لاعب لا يداخل يقولون شمع يعني ليش لان اي كرة ترتد من الحارس او القام او العارضة الاقرب هو الذي سيسجل هدف اوكي وين المكان المثالي للوقوف مكان مثالي ولكن النظر ممثالي نظرة الرؤية النظر لازم يكون على الخط الجزاء ويشاهد اللاعبين من يتقدم قبل الركلة لو انلاحظوا هنا شوف قبل لا يركل انتياه شوف لعبين اثنين من القادسية لحد الان بدر المطوع لم يركل الكرة لعبين اثنين من اللاعبين القادسية دخلوا منطقة الجزاء فبالتالي كان على حكم المباراة الصفرة ايقاف ومن ثم اشهار البطاقة الصفرة للاعب القادسية المحترف ومن ثم يعيد اعادة ركلة الجزاء ولكن لان جاسم نظر على المرمى وكذلك المساعد واحنا دايما نقول المساعد مسؤول عن خط المرمى اجتياز الكرة والحكم مسؤول عن خط الجزاء ويشوف اللاعب الذي يتقدم ولكن اهنين لاحظ بان موقفه كان او نظر غير سليم وبالتالي وقع بالمحظور طبعا شوف يتمنها هدف واستمر الحكم باعلان الهدف وبالتالي كان على حكم المباراة ان يكون اكثر يقضى من هذا الامر نعم شكرا لكم منصور ساعود الى الزملاء المحللين بعد هذا التوقف في تكتيكالاب السلمية لم يخسر الا مرة واحدة وكاذما هو الاكثر تعادلا اشتركوا في القناة تابعنا السلمية هذا الموسم بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم ولم يخسر سوى مرة واحدة امام نادي النصر سجل السلمية تسع هداف وعليه سبع هداف يمتلك من الرصيد في نقاطة اثنى عش نقطة وهو ثالث جدول الترتيب بداية نتكلم في هذه الجزئية ناصر يعني نشوف هناك تنوع في التركيبة الهجومية رأيك في هذا التنوع وهل هو منطقي اخوي مهند يمكن نادي السلمية من اكثر الفرق بالدور الكويتي عنده حلول هجومية يمكن قاعد تكلم عن مهاجمين على مستوى عالي في راس الخطيب فهد الرشيدي وفي مرات كثيرة شفنا مشاركة عدي الصيفي كلاعب مهاجم السلمية قاعد يختار المدرب عزيز حمادة على حسب امكانيات الفريق يعني مثال القاتسية او الكويت او الفرق اللي قاعد يلعب امامها زون منطقة ويدافع بمنطقته قاعد يختار لاعبين بخصائص معينة ايضا اذا يفضل النهوة يستحوذ على الكرة قاعد يلعب بخصائص معينة فلازم نقطة الاهم ان متى اختار انا فهد الرشيدي ومتى اختار عدي الصيفي طبعا يعني انا بوجهة نظري اختيار فهد الرشيدي اذا انت كنت تلعب بالهجمة المرتدة صعب عليك انك تختار فهد الرشيدي لان الهجمة المرتدة تحتاج لعب يتحرك بالمساحات يمكن بالفترة الاخيرة يمكن اول مرة نشوف عدي الصيفي دائما يشارك خاصة وينادي السالمية دائما يشارك كمهاجم وهو في راس الخطيب من قبل دائما نشوفه يشارك على الاطراف او مركز الجناح ففترة الاخيرة دائما عزيز حمادة كان يفضل تواجد عدي الصيفي تحت في راس وممكن نشوف نايف زويد وشاهن الخميس على الاطراف لكن في مباريات كنا نشوف خاصة نزوله كبديل فهد الرشيدي لازم نعرف متى يختار فهد الرشيدي خاصة لما تلعب اللعب المباشر تحتاج مهاجم مثل فهد الرشيدي لان فهد لاعب مميز في الكرات العالية وتحتاج لاعبين تحته يخدمونه مثل عدي وفراس الخطيب وأيضا في مباريات شبنا فراس الخطيب كمهاجم يمكن فراس من اللاعبين اللي يفضل يلعب الكرة خاصة بتخدمها بالعمر دائما يفضل الكرة تكون بالمحتوى اللي يعمل فيه فراس فاختياره للمهاجمين على حسب الخصم ممكن احنا قاعد نشوف ضد الكويت ضد غاسية قاعد يدافع منطقته ويلعب على الهجم المرتدي ارجع الى السؤال هل هذا منطقي انت تشوفه انا بوجهة نظري في مباريات تحتاج انك تغير من اسلوب لعبك تركيبة الامثة الهجومية لنادي السالمية في كل مبارات تحتاج تركيبة بو يوسف انا قلت لك اذا انت فكرك انك تفرض اسلوبك تحتاج لاعبين معين اذا فكرك انك تلعب الهجم المرتدة تحتاج لاعبين معين نعم علي من المحترفين البارزين في نادي السالمية تحديدا اللاعب رجاه صاحب الرقم 18 تواجد في منطقة الوسط كيف تقيم اداء رجاه في جميع المباريات واشرح لنا ايضا ادوار هذا اللاعب المطلوبة منه وهل هو يؤديها بالشكل الامثل مهند بالغالب رجاه تغده بشكل ممتاز هذا كريدت يعني ينحسب للجهاز الفني بنادي السالمية لكن نتكلم عن بعض الامباريات او لازم قبل ان تكلم عن بعض الامباريات نفسر السبب اللي طلع رجاه بشكل ممتاز وجز عاد بشكل كبير لخصائص اللاعب وقدرته على عمل الزيادة الزيادة هذه كانت تحتاج انك انت تخلق له وضعيات معينة خصوصاً لما تتكلم عن تواجد اطراف ملعب قبل ما تمرر بالتجاهات تعمل فيها استراتش للخصم وتمركزها تقدر تعمل الاختراف هذه اللي ما شفناها في بعض الامباريات وكانت بسبب تركيبة المهاجمين اللي كانت تتعقد على رجاه التغدم وزيادة لكن بالمعظم إذا ما تتكلم على رجاه كمحور ثاني ويعمل لك الزيادة ويخلق لك يمكن فرص من الاهداف أو خيار تمرير بالثمانتعش كان سلاح خطر لنادي السالمية وتقدم بشكل ممتاز نعم أيضاً الروح إلى السفير نادي كاظمة هو أكثر من تعادل في القسم الأول بأربع مباريات وخسر مبارتين ولم يتذوق النصر إلا مرة وحيدة وأمام نادي النصر تلقى 11 هدف سجل ثمن أهداف جعلته في المركز السادس بسبع نقاط فقط هو تحت قيادة المدرب البرتغالي أوليفيرا علي انتكلم عن الدفاع المتقدم فلسفة مهمة في تقريب الخطوط وممارسة الضغط الأمامي في كرة القدم على المنافس هل أجاد الفريق تطبيق فلسفة أوليفيرا تعديد نادي كاظمة أو لعبيه؟ مهند أي فكرة بكرة القدم بالنهج الفني لها متطلبات بدنية وفنية خصوصاً على مستوى خصائص اللاعبين والأهم بالنسبة لي للعكاس بالحالة المعاكسة والحالة الهجومية لأنك أنت لما تطلع بعد الملعب وتسوي الضغط العالي وتأخذ الكرة بحاجة متطلبات فنية بخصائص بعض اللاعبين أنا اليوم لما أشوف نادي كاظمة وبضغطهم العالي شفنا بعض الأخطاء من المحترفين خصوصاً السنتر باك بسبب ضعفهم البدني أو حركتهم البطيئة بمراغبة اللاعبين خصوصاً بالكرة التي تكون خلف المدافعين لكن الأهم كانت بالنسبة لي ابنادي كاظمة بعد استدعادة الكرة وخسارتها بشكل سريع والسبب هذا لما نرجع حق الأهم خصائص محاور الفريق فهد الحشاش والحربي اللاعبين ممتازين بالتغطية الدفاعية وبالمشاركة وبالالاتحامات وكسب الكرة الثانية لكن هناك مشكلة إذا عملت الضغط العالي وزقرت من المساحات الملعب رديت تأخذها تحتاج أول تمريرتين أو ثالث تمرير تكون تمريرة دقيقة وأنت كلاعب تكون تكنيكك عالي وهذا اللي يفتقدونه المحاور الأثنين من نادي كاظمة ناصر رأيك في خروج بعض اللاعبين المهمين من نادي كاظمة بعد بداية وانطلاق الموسم ومن يلام في هذه الجزئية هل مدرب ملام؟ كاظمة أكثر فريق يحتاج هذه الوقفة اللي صايرة في الدور لأن إعادة ترتيب أوراق الفريق يمكن كانت صدمة يعني خاصة مشاركة في بعض اللاعبين شاركوا في أول أول أمضالات من القسم ومرة واحدة نشوف حالة انتقال يمكن حتى في اختيار مهند المحترفين ممكن تتغير وجهة نظر المدرب لأن أنت قاعد تتكلم عن يمكن ثلاث إلى أربع لاعبين سنة الماضية موجودين اللي الآن موجودين طلال فاضل لاعب مؤثر في وسط الملعب نسمى قال علي وجود فهد الحشاش والحرب اتوقع خصائصهم متشابهة اللي كان يعطيك الفرق هو طلال فاضل أيضا يوسف ناصر كمهاجم من أفضل مهاجمين بالدوري الكويتي غيابة أكيد سيكون مؤثر وبالإضافة يمكن المدرب قاعد يلعب بآخر فترة بطريقة لعب أربعة أربعة أثنين وقاعد نشوف مشاري العازمي اللي أشوفه اللي يمتلك جودة التمرير الأفضل في نادي كارما قاعد نشوفه يشارك كلاعب يعني في الجناح الأيسر ويضيف كلاعب بلايميكر استغنائهم عن محمد الهدود بوجهة نظر كظهير أيسر ويلعب يعني ظهير أيسر ويلعب بريلا الإسار أمر مستغرب واحتزال أيضا مع عبد الرحمن البناء اللي أيضا يلعب كظهير أيسر وغياب اللاعب اللي أنا يعني أنا شايفه في دوري الشباب بدر ذكر الله أيضا يلعب في قدم اليسار وكباك يسار ومشاركة ناصر لوهيب اللي أساسا ريلا اليمين قاعد قاعدت قلل من خطورة مشاري العازمي ما نشوف في زيادة في الأوفرلاب من الظهير الأيسر لأن اللاعب قاعد يسوي أدوار الدفاعية أنا أشوف المدرب انظلم كثير بالليصار لفترة الأخيرة نادي كاظمة أكثر نادي محتاج ترتيب أوراقه حتى باختيار المحترفين بعد يعني مغادرة يوسف ناصر ممكن نشوف استغناء عن أحد محاور الدفاع وتعويضهم في مهاجم وأنا أتمنى بنادي كاظمة يمتلك لاعبين ميزين محليين أتمنى أن يكونوا المحترفين يعني إذن توقف جديد مع الخبير التحكيمي في تكتيكاللاب منصور أبو الفيلة هناك من جديد نعود مرة أخرى وينضم معنا الخبير التحكيمي في تكتيكاللاب والمحاضرة الآسيوي والحكم الدولي السابق منصور أبو المساء الخير مجددا منصور مساء الخير كابتن مهند ضمن الجولة الثانية في مباراة القادسية وكاظمة التي أدارها الحكم هاشم الرفاعي هناك حالة سنتحدث عنها في هذا القسم الآن طبعا نذهب للحالة التحكمية الأولى هي طبعا مطالبة نادي القادسية بركلة جزاء ومثل ما قلنا كابتن مهند نحن موياين بس نتكلم عن السلبيات نتكلم عن الإيجابيات كابتن هاشم الرفاعي موقفه سليم والرؤية واضحة وقرار سليم من هاشم هناك كرة طبعا من رأي السومالية لكتف أو صدر لاعب نادي كاظمة وبالتالي كانت هناك مطالبة بركلة جزاء وان لو راح تضهنين يكمل الصورة لعبين نادي القادسية يرفعون إيدهم يطالبون بركلة جزاء ولكن موقف هاشم سليم وموقفه والرؤية بالنسبة له واضحة وبالتالي يقذ القرار السليم بأنه ليس هناك ركلة جزاء وقرار صائم نعم أيضا في نفس القسم الأول اللي انتهى مؤخرا ومن ضمن مباريات الجولة الأولى كاظمة والتضامن أدارها الحكم جاسم جعفر هناك حالة تحكيمية أخرى سنتحدث عنها طبعا نحن من حالات الجدلية اللي تسيد يعني مثل ما يقولون التأثر بشكل مباشر على المباراة هنا المباراة كانت كابتن مهند بين كاظمة والتضامن النتيجة اثنين اثنين الدقائق الأخيرة بالنسبة للمباراة هجمة واعدة هدف يعني كان ممكن يهي هدف محقق ولكن موقف المساعد غير سليم حرم نادي التضامن من الفوز وبالتالي كان على المساعد يكون أكثر دقة وطبعا نحن لو نلاحظ الحالة هذه شوف لحظة خروج الكرة أنا بحطها بالترتيب ما زال لاعب نادي تضامن متأخر في نص منذعبة واحد اثنين في مدافع مغطي الكرة لحد الآن لم تخرج من قدم الزميل شوف شوف لحد الآن طبعا احنا بنلاحظ هنا مرة ثانية شوف شوف اطلعت الكرة هنا لحظة خروج الكرة من الزميل للزميل الآخر لاعب نادي تضامن ما زال خلف ومتأخر ولاعب نادي تضامن كان متأخر وكانت هناك هجمة واعدة وممكن فرصة محققة لتزييل هدف والدقائق الأخيرة فبالتالي عدم وجود موقف سليم للمساعد وعدم قراءة السليمة حرم نادي تضامن من الفوز فبالتالي احنا دائما ندقق بأن يا جمع شوف فرصة محققة رايح يسجل هدف وبالتالي حرم نادي تضامن من الفوز وبالتالي هذه من الأخطاء الجدا مؤثرة على سير المباراة نعم شكرا منصور والآن سأتوقف في هذا التوقف وأعود بعده للزملاء المحللين في تكتيكال لاب الجهراء هو الحصان الأسود والعربي يضيع طريقه موسيقى 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 أبناء القصر الأحمر في وصافة الترتيب بأربع انتصارات وخسارتين وتعادل وحيد أمام من؟ أمام نادي كاظما الجهراء له 13 هدف وعليه 8 هداف لديه من النقاط 13 ويدربه المدرب الصربي بوريس بونيك علي كيف استطاع نادي الجهراء انهاء القسم الأول من الدوري بهذا المركز المتقدم رغم وجود فرق أكثر وأكبر تفوق خبرة وإمكانات اليوم مهند بكرة الغدم عامل المفاجأة خصوصا المفاجأة الفنية مهم خصوصا أنت لما تطلع بعد المباراة الأولى والمباراة الثانية من نتائج زينة أو الثالثة تعطي اللاعبين ثقة أكبر بتطبيق أفكار المدرب بشكل أفضل لما تكلم عن الفكرة الأهم التي تمحورت على نادي الجهراء التحولات والارتداد الهجومي كان فيه تماشي كبير مع خصائص اللاعبين الموجودين اليوم يمكن أن الناس تتكلم أكثر على فيصل زايد ومحمد سعد وتورس المهاجم الفريق إجادتهم بالتحولات لكن هناك جزئية مهمة ناصر لما تتكلم عن إجادة الفريق بالحالة المعاكسة نادي الجهراء كان يفتك الكرة بأسرع وقت خصوصا بالمناطق التي كان موجود فيها حمود ملفي ومشاركة منبابي بغيادة التنظيم من الخلف التنظيم الدفاعي هذه ساهمت بشكل كبير أنت اليوم تلعب على التحولات من الضروري أنك تعطي الفريق وقت بعد أن تقطع الكرة أو تعمل البلوك الدفاعي بمنطقة عالية يعطي اللاعبين أريحية ليس دائما أنت تنطر بالمناطق الخلفية وتراغب الكرة لأن مع الوقت لما يرتفع المجهود البدني سينخفض المجهود الذهني وتركيز اللاعبين وهذا الجهر الذي كان مميز فيه دائما كان يستعيد الكرة في المناطق التي تسهلها عمليات التحول الهجومي وتخدم فيصل زايد محمد سعد وتورس نعم أنا ناصر يعني في هذه الجزئية هل الكونتر أتاك أو الهجمة المرتدة هذا استلاح قادر أن يعطي الاستمرارية لنادي الجهراء الاستمرار بحصد هذه النتائج الإيجابية في القسم الثاني من الدوري مهند شيء مهم عودة بونياك يمكننا سنة يطافت من نادي الجهراء كان هدفه الأول هو البقاء في الدرجة الممتازة وقدم قسم أول يمكننا أن أرى الأفضل في الفرق المتواجدة بجانب نادي الكويت القسم الثاني الأمر سيكون مختلف صعب أن تلعب بسلوب واحد الهجمة المرتدة الآن نادي الجهراء بونياك أعتقد أنه يعلم أنه أفضل من فرق وايد فنيا فتحتاج أن تفرض اسلوبك في مباريات معينة وفي مباريات تحتاج أن تلعب في الهجمة المرتدة أيضا النقطة التي تتكلم عنها أخي علي يعني الضغط العكسي والتي سنتكلم عنها بعد شوي يمكن هذه غريبة على بونياك الذي تابع بونياك مع نادي العربي كان يطبق هذا الأسلوب بونياك دائما الضغط العكسي وشفناه أكثر من حالة تكررت مع نادي الجهراء يمكن قوة نادي الجهراء في القسم الأول بوجهة نظري الضغط العكسي وتقارب الخطوط من بعضها أعطى نادي الجهراء تنظيم بوجهة نظري هو الأفضل في القسم الأول وناصر بجزئية القسم الثاني والرصيد هذا الأهم بالنسبة لبونياك رصيد اللاعبين الموجودين على الدكة هل هم قادرين يعطونك تنوع في الاسلوب أو لا أنت راح تلعب مع فرق ما كان يعني اليوم لما انتكلم عن العربي ممكن لعب وياك فنيا كان جاهز للمبادرة ونييك ملعبك وهذا أحسن سيناريو أنك أنت تقدر تخلق فيه جملتك المرتدة بالقسم الثاني لاحترام زاد لنادي النصر فهي فرق راح تمنعك وتنطرب ملعبك شلو راح تتعامل مع هذه الوضعيات والتعامل هذا مو مربوط فيك أنت كمدرب أنت يمكن كمدرب تغيرها السلوب تلعب بسلوب ثاني لكن هل عندك الرصيد والأدوات التي تقدر تأتيك هذا التلوات بعيدا عن الشأن التكتيكي الفني البحث نذهب إلى النقاش العام في سيناريو مماثل مع فارق التشبيه في البريمير ليج وجدنا ليستر يقدم مستوى فاجأ فيه الكل وحقق فيه عنصر المفاجئة بالنهاية رانييري توج مع هذه المجموعة في أولى ألقاب النادي والمدرب الكل أو البعض عفوا أطلق يعني كلام بأن من سوء المنافسين انفرد ليستر وتحققت له الصدارة اليوم يعني مع كل الاحترام لنادي الكويت هو الآن في الصدارة لكن بقية الفرق هل سوء المنافسين نقول لنادي الجهراء أعطاء الأفضلية أم هناك عمل كبير يقوم فيه بوريس بونياك ومجموعة اللاعبين مهند بالنسبة لي أنا بتفسير أي حالة مثل هذه الحالات لا أحب السبب الواحد في أسباب كثيرة عشان أنت تقدر فيها تحقق اللغب على مثل ما ذكرت أنت لما تتكلم عن لستر ممكن يكونوا مستوى المنافسين أو الفرق الذي على الورقه اللي راح تنفس على اللغب ممكن فيه دروب بالمستوى لكن بالمقابل أنت ما تكرر تهضم حق الفرق اللي عملت المفاجأة بالموصل لما نتكلم على نادي الجهراء والقسم الأول أوكي ممكن فيه جزء كبير عائد للمفاجأة لكن فيه سبب كبير عائد بشكل كبير لنادي الجهراء وتمييزهم بتطبيق أفكارهم وعلي أيضا مهند فيه فيه عوامل أخرى بعيدا عن الأمور الفنية ممكن هذه السنة شفنا أشياء يعني بنادي الجهراء طبعا الجهراء من عمر الفريق صعب في ملعب لكن هذه السنة شفنا تواجد الجمهور ولها تأثير كبير هذه نقطة واحدة النقطة الثانية في بطولة مثل الدوري مو هي خروج المغلوب فبطولة مثل الدوري صعب تحضم حق الفريق حتى لو بنزول مستوى الفرق الأخرى أنا بوجهة نظري الجهراء قد يقدم مستوى تكتيكي عالي يمكن نتمنى الاستمرار في القسم الثاني والثالث القسم الثاني ووجهة نظري والثالث سيكون مختلف وناصر فيه جزئية يعني الإصابات ممكن لها تفسير علمي ممكن لكن فيه جانب كبير يلعب الحظ أنت إذا قدرت تكمل بالمباريات اليائية والقسم الثاني بعيد عن سوء الحظ في الإصابات هذا ممكن يعطيك رصيد وجدنا أيضا الفريق لعب من غير أحد أهم مفاتيحه ولاعبيه اللاعب فيصل زايد والفريق أدى بشكل ممتاز مجموعة أدت بشكل ممتاز السبب مهند بالنسبة لي كان واللي لازم يستحق أو يأخذ الإشادة الكافية محمد سعد محمد سعد في المبارات تغيرت أدواره وقدر نوعا ما يعوض قياب فيصل زايد لنتعويض فيصل زايد بأي سلوب مسهل فيصل زايد يرفع من جودة اللمسة القبل الأخيرة بالملعب ومو أيلاء بيقدر ممكن محمد سعد تخلى عن أدوار الذي عمل الزيادة أو الاختراق من الخلف وقام بدوار ثانية نجح فيها نعم من الجراء نتج إلى المنصورية والنادي العربي لم يحصد سوى ست نقاط من ثلاث تعادلات وثلاث خسارات وفوز وحيد على النصر بآخر جولة له في القسم الأول نجح بتسجيل ثمانية أهداف فقط واستقبلت شباكة عشرة أهداف وهو في المركز السابع قبل الأخير ويدربه المدرب الوطني محمد إبراهيم ناصر لماذا العربي يعاني في التفعيل الهجومي للثلث الهجومي مهند العربي بوجهة نظري عنده أفضل لاعبين يمكنون يلعبون في المساحات الضيجة وعنده أفضل لاعبين ممكن يفعلون الهجمة بالثلث الهجومي مثل مثل يمكن المحترف أنا بالنسبة لي المحترف الأردني مميز مرضي وبدر طارق لاعب مميز أيضا علي مقصيد في بعض المرات رأينا يشارك على الجناح اليمين على الجناح اليسار وممكن في عمق الملعب عنده أفضل لاعبين يفضلون يلعبون في المساحات الضيجة وعنده لاعبين يقدرون يفعلون الهجمة أسلوب اللعب نادي العربي يعطي اللاعبين عدم أعطاهم الصورة يطلعون بأفضل صورة يمكننا بس باستثناء أمبارات العربي هناك تحجيم لقدرات لعبين العربي في عدم توظيفهم في أماكن في التوظيف وأسلوب اللعب يمكننا أكثر من مبارات نشوف أسلوب اللعب العربي دائما باللعب المباشر على المحترف بوبي اللعب المباشر يلغي دور اللاعبين اللاعبين هذين الذين ذكرتم دائما يفضلون اللعب وين بالمساحات الضيجة ودايما يفضلون يكونون بالثلث الهجومي لتفعيل الهجمة يمكن أول هدفين في الموسم للنادي العربي شفنا اللاعبين علي مقصيد ومرضي سجلوا أهداف من أجمل أهداف من أجمل أهداف القسم الأول بو يوسف وكانت الهداف عبارة عن شنو اللعب بالمساحات الضيجة فهذه الكرات اللي طلع قدرات اللاعبين اللي ذكرت أسامهم فأعتقد سلوب لعب العربي اللعب المباشر اللي دائما يكون على بوبي يلغي دور صانعين اللعب أو اللاعبين الثلاثة اللي يلعبون دائما تحت المهاجمين علي في جزئية الكابتل علي مقصيد تعددت أدوار اللاعب علي مقصيد خلال هذا القسم في مباريات النادي العربي وجدناه في مركز الظهير وجدناه في مركز طبعاً اللاعب المحور وجدناه في مركز اللاعب رقم ثمانية أين تجد التوظيف الأنسب لهذا اللاعب مع النادي العربي بالبداية هذه تحسب لعلي مقصيد وتضحية كبيرة على المستوى الفردي لما تتفكر بالفريق وحاجة الفريق باختلاف التوظيف لكن أنا بتكلم عن مفهوم التوظيف الأمثل بالنسبة لي التوظيف الأمثل حجم التوافق بين خصائص اللاعب البدنية والفنية والمهام اللي رح يشتغل عليها بالملعب اليوم ناصر لما نتكلم على علي مقصيد مو اللاعب اللي رح يقطع لك المسافات الكبيرة على أطراف الملعب ويقوم لك بالكروس أو العمل البدني هذا اللي يكون دائما على أطراف الملعب في التزام عالي زائد مهند لما نتكلم على نوع اللاعبين المواطنين اللي موجودين وتواضعهم فنيا وجودتهم بالاستلام والتسليم في بدايات الهجمة أو في المناطق اللي يسير فيها تطوير للهجمة بالثلث المتوسط تحديدا لما نتكلم عن علي مقصيد أنا اليوم بالنسبة لي التوظيف الأمثل أن اللاعب يكون نوعا ما رغم ثمانية أو اللاعب اللي يكون مشارك في تطوير الهجمة أعلى خصوصا إذا أنت احتجت تسوي يعني سويتش أو روتايشن بين كيتا وعلي مقصيد ينزل يطلعك هم قادر عليها الزيادة بمسافة قريبة مع المهاجمين علي مقصيد قادر عليها فأنا بالنسبة لي دايما علي مقصيد يستحق يكون بالمنطقة التي تتمحور عليها الجملة الهجومية لأنه اللاعب الأهم أو الأعلى التكنيك في تطوير هجمتك نعم إذن مشاهدين متابعين تاكتيكال لاب توقف قصير ونعود بعده مع الزميل منصور أبل الخبير التحكيمي في تاكتيكال لاب ابقوا معنا من جديد حالات تحكيمية جديدة بوجود الخبير التحكيمي في تاكتيكال لاب المحاضر الآسيوي والحكم الدولي السابق منصور أبل منصور أهلا بك مجددا في تاكتيكال لاب أهلا فيك وإن شاء الله نشوف الحالات اللي كذلك مرة ثانية يقول مؤثرة في المباركة نعم في القسم الأول تحديدا في الأسبوع الثالث الحكم عمار أشكناني أدار مباراة السالمية والقاتسية نعم عطنا اللي عندك في هذه المباركة طبعا هناك ركلة جزاء أغفلها كابتن عمار كان عليه أن يكون أكثر وضوح موقفه سليم ولكن الرؤية بالنسبة أو قراره أو تركيزه ما لم يكون واضح وحرم نادي السالمية من ركلة جزاء كانت لعدي شوف لو نلاحظ الحالة هذه كي ارتقاء بالهواء نعم لاعب نادي القاتسية هناك سح من الخلف بشكل واضح ومن ثم انزال لاعب نادي السالمية عدي الصيفي بهذه الطريقة وهناك ركلة جزاء صريحة واضحة لم تحسب لنادي السالمية ويحسب هنا علامة استفهام نرد ونقول ما يعني موقفك السليم قراتك سليمة اذا لم تكن مركز يعني التركيز دائما نقول تركيز وعدم التشتت تقرأ الحالة بشكل جيد حكم مبارا عمار لو نلاحظ الان كبر الشاشة نشوف موقفه سليم ولكن القراءة غير سليمة لعدم وجود تركيز بالقراءة موقفه سليم اشلون قراءة غير سليمة موقفه سليم قريب على الحالة زاوية الرؤية واضحة تمركز الحكم ممتاز تمركز ممتاز ولكن القراءة غير جيدة لعدم وجود تركيز على الحالة فبعض الحالات شو تسوي انت كحكم دائما تعتقد ان العرقلة هناك تصير بالاسفل او تعتقد بان هناك لمسة يد او تعتقد بان ما راح تصير ما تركز على الجزئية اللي في الاعلى الجزئية اللي في الاعلى يلاعب نادي القاتسية هناك السحب بشكل واضح لعداء الصيفة وهناك ركلة جزاء لم تحتسب لهم شوف شوفوا السحب فبالتالي حرم نادي السالمية من ركلة جزاء كانت المفروض لنادي السالمية في هذه الحالة نعم نروح لحالة اخرى نروح للحالة الثانية طبعا نشوف هنا طبعا احنا دائما نقول كابتن مهند ركلة الجزاء مستحقة للفريق اعطاه مو ركلة جزاء لو عشر ركلة جزاء اعطهم ولكن مبدأ التعويض احنا ما نروح للتعمد ولا نقول هناك في تعمد ولكن اذا لم تكن متأكد بان هناك ركلة جزاء صريحة واضحة لا تعطي الفريق ركلة جزاء الاولى صريحة واضحة ما حسبته ركلة جزاء الثانية يشوفها مليون على علامة الاستفام ليش اولا دخول اللاعب عدي الصيفي بين اثنين من اللاعبين مدافعين قادسية طبعا مو معقولها راح يفتحون للمجال يقولون تفضل هناك التحام بس هل هناك مخالفة هل هناك شد او سحب او عرقلة او دف كل هالحالات ما صارت يسقط روح على الارض قبل لا توصل للكرة وتشوف الحالة بشكل واضح نشوف الكرة صارت خلفه وبالتالي حكم المباراة اعلن ان هناك ركلة جزاء طبعا حكم المباراة سعد الفضلي اعلن هنا هناك طبعا هذه الدقيقة اربعة وتسعين اخر دقيقة شوف 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 عدي طبعا هل هناك دف ما في دف داش دخول بين اثنين من اللاعبين الكرة صارت بالخلف سقط عدي قبل لا توصل للكرة لا في استحوات ولا في سيطرة ولا باتجاه المرمى هناك التحام نعم التحام بس هذا الالتحام يستحق ركلة جزاء هذا السؤال اللي احنا نقوله ما هو كل التحام كرة قدم هذه مو كل التحام مخالفة هذه كرة قدم فيها تحدي فيها التحامات انت كحكم قراءتك لازم تكون جيدة فبالتالي مو كل التحام ركلة جزاء وهذه كانت بالدقيقة اربعة وتسعين وحصلوا طبعا نادي سالمية على التعادل في هذه الحالة نعم ايضا من ضمن مباريات الجولة الثانية في القسم الاول مباراة ما بين فريقي العربي ونادي الجهراء ادار هذه المباراة الحكم سعد الفضلي نشوف الحالة اللي مجهزها لنا منصور في هذه المباراة العربي والجهراء طبعا هذه الحالة نشوف طبعا هناك ركلة جزاء صريحة وواضحة اعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء وان كان بطي شوي المساعد ذهب الى خط الثمانتعش ليعلن منصور الحكم اعلن ركلة جزاء شلون بطيء شوي كان كانت حركتها بطيئة لم يش يعني شوف لحظة القرار المفروض على طول تندفع الى نقطة الجزاء وتعلن عن ركلة الجزاء ولكن كان هناك ثواني بطيئة قبل لا يعلن عنها هنا نروح لآلية تنفيذ الركلة طبعا احنا هنا بنتكلم عن شوف هنا سعد لم يعلن شوف هنا لحواقف شوف 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 بعدين راح واشر شنو اللي خلاه ينتظر انا انا ما نعارف شنو اللي خلاه ينتظر سبب انتظاره ثواني هل احد بلغه او مثلا اوخذ القرار متأخر ما كان مركز ولكن احنا نقول عن تأخيره في هذا القرار لكن بالنهاية هي ركلة جزاء ركلة جزاء واضحة وصريحة وطبعا تحسب لها بانه اعلن عن ركلة جزاء واضحة نعم بس احنا راح نتكلم عن آلية تنفيذ ركلة الجزاء آلية تنفيذ ركلة الجزاء مرة اخرى طبعا هني نشيد بالمساعد شوف شوف هني شوف هني شوف سعد شوف ساقط سقوط لعب شوف لاحن لاحن شوف بعدين يعلن ان هناك ركلة جزاء طبعا هني نشيد احنا نبنه بالمساعد هنا طبعا الكرة حارس مرمى لاعب نادي جهرة اخرجوا الكرة صد كرة كيتا نعم قرار ممتاز للمساعد من اعلن عن اعادة الركلة المساعد ليش لانه موقف سعد سليم سعد الفضلي قاعد يشوف اللاعبين على خط الجزاء خط الثمانتعش وحكم المساعد اعلن بان لاعب نادي او حارس مرمى نادي الجهرة تقدم للامام فبالتالي كان الركلة كانت غير سليمة شوف اعلن ان هناك دخول طبعا هنا سعد واقف موقف سليم من اعلن بان هناك تقدم لحارس مرمى نادي الجهرة المساعد شوف لو نلاحظ طبعا هنا لو نلاحظ شوف بعد خروج الكرة هنا لو تلاحظ ان سعد الفضلي يأشر بان هناك ركنية ركنية لانه اخرج الكرة ولكن من اعلن بان هناك اندفاع وخروج لحارس المرمى المساعد وهذا قرار جريء ونحن طبعا نقول ان هذا قرار جريء ويحسب للمساعد وهذا موقفه وهذا اللي نبيه من المساعدين لنون في هذه الحالات في حالة تقدم شوف هنا سعد شوف طيب هنا انا عندي مداخلة في نفس هذه الجزئية سدد وقبل تزديد اللاعب كيتا تحرك حارس مرمى نادي الجهرة ولكن لم يعني تكون هناك اعادة ممتاز خلص سؤال ممتاز مهند انا هذا اللي بقى توصل الله هذا السؤال اذا مرة ثانية وثالثة ورابعة تقدم الحارس واخرج الكرة او الكرة طلعت بره يعيدها لو عشر مرات ولكن اني الكرة اشتارت دشت الهدف فبالتالي خلاص انتفى مدام يا هدف اذا الغي كل شي خلاص مثل ما يقولون احنا بالعام يشربها خلاصنا فبالتالي من قانون يعني التحكيم في كرة القدم نعم نعم سليم مدام يا منها هدف ما عاقبة خلاص يا هدف اما اذا طلع الكرة مرة ثانية اذا استفاد منها بس اعيد الحالة ولون كانت عشر مرات نعم شكرا لك منصور اعود الى الزملاء بعد هذا التوقف في تكتكلاب التضامن للبقاء غير ضامن والكويت يفقد فقط نقطتين من اصل واحد وعشرين اشتركوا في القناة حامل اللقب والمتصدر نادي الكويت اكثر منفاز بست انتصارات وهو الوحيد الذي لم يخسر حتى الان السالمية فقط هو من استطاع اقتناص نقطة يتيمة من العميد نادي الكويت واقوى هجوم باثنين وعشرين هدف وايضا يمتلك اقوى خط دفاع مني بخمسة اهداف في شباكه ولديه 19 نقطة ويدرب المدرب الاردني ابو زمع بداية علي انتكلم عن ابرز الفوارق التكتيكية بوجود يعقوب الطراروة بالتشكيل الاساسي مع نادي الكويت مهند لما انتكلم عن الطراروة او وجود الطراروة الطراروة اكثر توظيفة او اثر التكتيكي والفني على الفريق اكثر مجرد تغيير لاعب لما انتكلم على لاعب او محطة اقرب لفابيانو هذا انت قاعد تزيد لاعب بالمناطق اللي تبدي فيها ضغطك زائد اللي ترتب عليه بالغالب الخيارات بو زمع انه يطلع فهد العنزي ويتحول جمعة سعيد حق لاعب جناح عكسي للقدم الفضلة فهذا يرفع من عدد التمريرات في المناطق اللي يصير فيها تطوير الهجمة والتحضير رفع عدد التمريرات تمريرات اكثر معناتها في وقت اكثر للأظهرة وبقية لاعبينك للتمركز بمناطق الفريق الثاني خصوصا انت هذا التمركز رح يساعدك بوز بالوقت اللي انت تخسر في الكرة بتمركز اعلى وقريب من مناطق الفريق الثاني رح تقدر تستعيدها بريحية ونادي مثل الكويت بحاجة دائما الوقت اللي في يفقد الكرة يرد يسترجعها بسرع وقت لانا اليوم نادي الكويت يلعب على المنافسة على اللغب وضروري في بعض المبرايات تتحكم بقاعها ورتمها نعم انت ذكرت جزئية مخالف خلنا نتكلم فيها بتفصيل بسيط لاعب الجناح اللي يلعب بقدمة اليمنى ويوضع بالجهة المماثلة لقدمة ولاعب الجناح اللي يلعب بقدمة اليمنى أو العكس ويوضع بالجهة العكسية شنو الفروقات عندما يتمركز اللاعب مع قدمي بمعنى اليمين في مكان اليمين واليمين في الشمال أو الشمال في اليمين أكيد مهند الأفضلية بالنسبة لي اللي هي لما تربطها بالنهج والأسلوب اللي انت بتلعب فيه تمكن تلعب بجناح مماثل للقدمة المفضلة يعني جناح يمين على الطرف اليمين وهذه فيها تحولات أكثر لأنه سيلتغون بنفس النقطة من إيجابيات هذه هذا النهج جناح مماثل هذه إيجابيات أنك أنت دائما راح تخلق تجبر خصم على التراجع تجبر ضهيرك تجبر ضهيرك أكيد تجبر ضهيرك أنه ما يعمل الزيادة ويحافظ على تمركزه الدفاعي بالوقت الذي أنت راح تخلق وضعيات فيها عرضيات أكثر لكن فيه فرق تبحث عن تحضير أكثر وزوايا رؤية أكثر لللاعبين الذين يتمركزون بالجانب المعاكس أو بالطرف المعاكس للقدم المفضلة ولما نتكلم كمثال أوضح بالهاي لفل تكلم على بايرم يونخ مثلا بوجود روبن وتحركها العرضي فكرة التحرك العرضي والذهاب باتجاه الهاف سبيس أو المناطق هذه بشكل عكسي يفتح حق اللاعب قدم المفضلة ناصر زوايا الأكثر زوايا التسديل والتمرير ذكرت الهاف سبيس في الحلقة الماضية وحاولنا نشرحها بشكل مفصل والآن ذكرتها مرة ثانية يليت بس تعطينا شون يعني الهاف سبيس مهند يمكن بعد شوية باللغطات راح نشرحها بشكل أوضح ونحدد الأماكن اللي موجودة فيها لكن بجزئية الاختلاف فيه جزئية مهمة مهند اليوم ناصر مساب البداية تكلم على المشاكل بالثلث الأخير ابنادي العربي فيه جزء كبير عائد لتماثل اللاعبين بغدامهم المفضلة بنفس الأجنحة لما انتكلم عن علي خلق بالجهة اليسار وانتكلم على بدر طارق بالجهة اليمين نوعا ما صعوبة مشاركتهم بالتحضير بالعمق لأن الوقت اللي يدخلون فيه للعمق راح تنفتح زوايا أنا ما بأرجع إلى الناد العربي لأننا غطينا حالاتها هي مش الانبارات العربي لكن الفروقات بين الجناح الطبيعي والجناح العكسي نعم فريقنا الكويت هل وجدت الكويت مختلف عفوا عن الكويت الموسم السابق تحت قيادة المدرب الفني محمد عبدالله مهند بالموسم السابق وليس فقط الموسم السابق هناك أشياء تغيرت ويمكن النغطة الأهم يتكلم عنها علي ويعقوب الطراروة يمكن في مبارات التضامن يعقوب الطراروة الشارك كبديل لجمعة سعيد لكن اللعبة الأخيرة أمام كاظمة شاركه باطرك فابيانو جمعة سعيد في السنوات السابقة وفترة كبيرة نادي الكويت دايما كان يفضل بطريقة لعب 4-4-2 والأجنعها على أبعد نقطة في الملعب دايما نشوف فهد الأنزي على الجناح اليمين وإجازة على الجناح الشمال في هذا الموسم شفنا تغيرات كثيرة من بداية مباراة السوبر رام القادسية ومنهاية مباراة الكويت أمام كاظمة شفنا جمعة سعيد في توظيف يديد وأدقنها التوظيف وقدم أفضل مباراة بالنسبة لي في القسم الأول لجمعة سعيد وكان يلعب دايما في الجناح وكان فيه تحولات بينه وبين يعقوب الطراروة شفنا في مرات نشوف يعقوب الطراروة يقوم بدوار الدفاعية لجمعة سعيد وجمعة سعيد يقوم بدوار اللي نسمه قال علي تعطي رؤية أكبر التحرك للعرض للتمرير الأخيرة أو التزديد فهذا الاختلاف اللي خلق أبو زمع عن الفترة السابقة نادي الكويت اللي دايما كانت متمثلة طريقة لعب 4-4-2 واجنعها أبعد نقطة في الملعب يعني الكويت مع المدرب بو زمع يقدم الآن أفضل هوية تكتيكية من يعني سنوات قليلة ماضية ما أقول أفضل هوية تكتيكية لكن أتكلم في الحين أنا أنا شوف الكويت فيه عنصر المفاجأة أنا كنت قارنت في السنوات الماضية وقلت فيه تغييرات فيه تغييرات تكتيكية وبالنسبة لي إيجابية لأن نادي الكويت فيه مباريات كثيرة دايما طريقة لعبة واحدة 4-4-2 لكن الآن فيه عنصر المفاجأة ممكن يلعب 4-3-3 ممكن 4-2-3-1 بوجود يعقب الطرار وكلاعب رغم عشرة فهذا التنوع التكتيكي سيكون فيه صعوبة للفراغ الثانية نعم إذن من نادي الكويت نذهب إلى الفروانية و يعني متذيل الترتيب التضامن يقبع في طبعا آخر الجدول وهو الفريق الوحيد الذي استقال مدربه قبل جولتين من نهاية القسم الأول يمتلك أضعف الخطوط الدفاعية بسبب يعني التقبل 25 هدف في شباكة وأقل الخطوط الهجومية فاعلية بتسجيل 6 أهداف فقط هو أكثر من خسر بخمس مرات وتعاد المرتين بنقطتين ولم يذق طعم الفوز بعد يدربه حاليا المدرب رادي طيب نتكلم عن نادي التضامن علي هو أكثر فريق استقبل وتلقى أهداف في القسم الأول وين تشوف مشكلة الفريق في التنظيم الدفاعي أم بسبب أخطاء اللاعبين الفردية أم بسبب يعني عدم وجود استقرار في الجهاز الفني أعطي 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 على مواضع خلل تبتدافع تبتدافع تبتطال إلى الكرة لأنه ستصل وقت من الأوقات ينزل التركيز نزول التركيز سينعكس عليه ويترتب عليه أمور سوء التنظيم الدفاعي الأخطاء الفردية هذه الأمور كلها تنجمع بحالة وحدة اليوم نادي التضامن بحاجة يكون فعال أكثر بتحولاته متى ما أصبح فعال أكثر بتحولاته الهجومية سترى دفاعهم في أرياحية أكبر وتركيز أعلى تقلل من الأخطاء نعم ناصر وجود فرحان سعد وحمد أمان وفيصل عجب يعني يجب أن يأتي الفريق قوة في تفعيل الهجم وهذا يتكلم فيه علي لكن هل تعتقد أن المدرب الآن العائد رادي قادر على صياغة أفكار جديدة تتناسب مع إمكانيات اللاعبين وخصائصهم في الفريق ثلاث لاعبين بخصائص مختلفة يمكن فرحان سعد من أفضل لاعبين يعني كمركز رغم عشرة حمد أمان لاعب يفضل التحرك بالمساحات ودايما على الأطراف وعجب الذي يقدم قسم أول مميز ومن أفضل المهاجمين المحليين هذا أبو يوسف رادي نحن بعاد عنه من زمان ما شفنا رادي كمدرب لازم رادي يستغل إمكانيات هؤلاء اللاعبين بكل صراحة نادي التضامن الفريق الأقل جودة في الدوري ومركزه يدل على هذا الشيء أعتقد أن نادي التضامن سيستمر بنهجة الهجمة المرتدة سيدافع بالمنطقة تفعيل الهجمة في الثلث الهجومي بوجود هؤلاء اللاعبين لازم يكون المحطة منه واللاعب الذي يتحرك بالمساحة منه هذه الأمور يحتاج شغل كبير فيها رادي ونتمنى نشوف هؤلاء اللاعبين الثلاثة مميزين نتمنى نشوفهم بأحسن صورة لأن الصراحة في القسم الأول شفناهم ثلاثة مباريات غليلة لعبوا مباريات غليلة شفناهم ثلاثة مستوى نعم أنهينا القسم الأول من هذه الحلقة والآن ننتقل في ختام القسم الأول من هذه الحلقة والقسم الأخير مع الحكم الدولي منصور الخبير نعود إليكم في التوقف الأخير مع الخبير في تكتيكاللاب في الحالات التحكيمية ومراجعة بعض الحالات الجدلية وما قدمه الحكام خلال القسم الأول من دوري فيفا الممتاز لكرة القدم في الكويت منصور أهلا فيك أهلا فيك كبت مهند نعم الآن نعود إلى الحكم جاسم جعفر والذي أدار مباراة في الجولة السادسة جمعت بين فريقي كاظمة والجهراء وانتكلم عن هذه المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدفين لكل من الفريقي طبعا نروح للحالة أكثر جدلية وصار عليها لغض كبير هدف كاظمة الأول طبعا هدف كاظمة الأول البعض يعتقد بأن هناك مخالفة لحارس المرمى هناك تداخل ولكن نحن نروح لا نقول ليس هناك مخالفة وإلا حج هذا أن هذه إذن من حق اللعبين يشاركونا ونشوف بالركنيات تصير أكثر من ملاحظات الاتحامات ولكن هنا نلاحظ بأن هناك هناك حالة تسلل وليس مخالفة حالة تسلل واضحة وصريحة للعبين كاظمة شوف نشوف هنا الحالة هذه شوف لحظة خروج الكرة ومازات مو بس لحظة كرة بالهواء لو تلاحظ في لعبين اثنين من لعبين نادي كاظمة في حالة تسلل بتقول لي موقف موقف المساعد سليم ولكن نرد نقول عدم التركيز والتشتر أنا شوف المساعد مو واقف على الخط هو متأخر شوية نعم ولكن ما في شيء عيق من نظر يعني هذا كموقف يعني نقول وإن كان مثل ما تقول متأخر أوكي ولكن لعبين نادي كاظمة اثنين متقدمين اثنين في حالة تسلل مو واحد وبالتالي اللاعب الثاني لم يكن من مخالفة مثل ما نقول بأن هناك التحام مع حارس المرمى ولكن طبعا للكيل قال هناك مخالفة نحن نقول ما يكون مخالفة المخالفة هنا على حالة التسلل لم يحسبها المساعد وهي منها هدف وحرم الجهراء من الفوس في هذه المباراة وكان على حكم المساعد بأن يرفع رأيته بأن هناك حالة تسلل ولكن وكان الجهراء متقدم بهدف نعم وكان يأثر طبعا هناك التحام طبيعي والمدافع هو من أثر على الحارس المدافع هو من أثر على الحارس وليس المهاجمين فدائما ندعو أن المساعدين يكونون أكثر تركيزين في هذه الحالات ولا يحرمون الفرق من هذه المباريات مثل ما يقولون يحرمون من الفوز بهذه الطريقة نبقى في الجولة السادسة في القسم الأول من دوري فيفا مباراة التضامن والعربي أدارها الحكم فهد سهيل نروح إلى أبرز الحالات في هذه المباراة واللي راح نستعرضها في ختام حلقتنا اليوم طبعا نحن مثل ما قلنا كابتن مهند نحن نتكلم عن أبرز الحالات اللي صار عليها لغة كبيرة هنا طبعا البعض يقول أن هذه الحالة صارت خارج منطقة الجزء نحن نقول لا وبنعيدها أكثر من مرة قدم لاعب نادي التضامن القدم الأيمن كان داخل خط الجزء اللاعب نادي العربي بكل جسم كان داخل فبالتالي الالتحام صار داخل ولكن آلية الإعلان عن ركلة الجزاء هو اللي خلنا ننديش في الرزق والخلط واللقق اللي صار كثير أن المساعد أعلن عن ركلة جزاء ولكن واقف المكانة نحن دايما نقول للمساعدين مجرد ما تعلن عن ركلة الجزاء تندفع وتفتح سبرينت وتركض لخط الثمانتعش الزاوية هذه عشان تشر للعالم وتقول أن هناك ركلة جزاء حكم المباراة قريب لم يقراه بشكل جيد المساعد قريب لم يقراه بشكل جيد وخذ القرار بعد ما لعبين التضامن لو نلاحظ يندفعون يكلمونه فبالتالي المساعد يذهب ليعلن عن ركلة شوف 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 لعبين التضامن لما يروحون يكلمونه شوف بالتالي يفتح سبرينت ويروح شوف يروح ويعلن عن ركلة الجزاء وهذا اللي احنا ما نبي نوصل له شوف صار لغط وحوار وجدل وكذا انت مجرد ما تعلن عن ركلة الجزاء اشر عليه النقطة ووقف بعيد وشوف شوف هذه الحالة شوف قدم لعب نادي التضامن داخل منطقة الجزاء هناك طبعا احنا نقول ركلة جزاء صريحة وواضحة للعب نادي التضامن وما عليه لغط ولكن آلية العمل عليها كانت خاطئة وخلت نندش في جزاء شوف التأخر في اتخاذ القرار نعم ممتاز اتخاذ القرار شوف لعب نادي العربي كل جسمه داخل الثمانتعش فمو معقولة بالتالي بيعمل المخالفة برا والبعض يقول انزين على خط الجزاء اقول لها حتى لو على خط الثمانتعش يعتبر الخطوط تعتبر من الخطوط الداخلية كذلك ركلة جزاء فبالتالي هناك ركلة جزاء صريحة وواضحة واعلن عنها حكم المباراة بالنسبة لنادي التضامن وكانت الدقيقة الاخيرة وطبعا هذه جرأة يحسب لها ويحسب لهم الحكام بإعلان هذه ركلة الجزاء نعم شكرا لك منصور في ختام حلقة الليلة السؤال مرة أخرى لعل خلال هذا التوقف راجعت ومرت عليك العديد من الحالات والزملاء الحكام منصور أبول في تكتيكاللاب من هو حكم القسم الأول في دوري فيفا الممتاز طبعا مثل ما عللنا مسبقا كابت المهند ما في شي تغير هاشم الرفاعي ما زال هو حكم الجولة لأنه أقل أخطاء كلياقة إمكانيات وقدرة وبنية جسمانية وقراءة جيدة وأقل أخطاء وصعوبة المباراة هو يعتبر هو الأفضل ولكن أنا بروح لنقطة ثانية يا حكام أنت أخواننا وحبايبنا وعيالنا إحنا هنا نعطي بعض الحالات التحكيمية التي يصير عليها جدل ولغط كثير وبعض الأندية تكلمون إحنا هنا كل شفافية وكل جرأة نتكلم عنها أمام الملأ لنوعيكم أساس إن شاء الله القسم الثاني بداية القسم الثاني وإحنا داشتنا على الكاس وللعهد بإن شاء الله تنهضون وتدوء يعني أداء مميز وداء جيد وبالتالي هذا اللي قاعدنا نسوي إحنا لكم ولمصلحتكم وليس للتشفي أو مثلا مثل ما يقولون نتصيد لكم الأخطاء من خلال أيضا هذه المتابعة وهذه الجولات من هو الحكم اللي عليه أن يعني يراجع نفسه في العديد من القرارات ويكون أكثر تركيز بشكل مباشر وبسرعة جاسم جعفر جاسم جعفر عليك القراءة الجيدة عليك السرعة بالمديهة عليك وقوفك موقف السليم وعليك أنك تستخدم القراءة والتركيز مشكلتك يا جاسم موقفك سليم زاوية الرأي سليمة لياقة ممتازة ولكن عدم التركيز في قراءتك للحالات قاعد تعطي بعض الحالات العكسية وبالتالي أنا أعتقد أن قسم الثاني إن شاء الله جاسم راح يكون أفضل من قسم الأول شكرا لكم منصور تصبح على خير في كل أسبوع نقدم لكم أفضل ثلاث أهداف بعد كل جولة من خلال دوري فيفا الممتاز لكن اليوم راح نقدم لكم الأهداف الأفضل خلال القسم الأول وهي من اختيارات المعد مناف أشكراني بداية خلتابع هذه الأهداف ونعود بعدها مع أزملاء المحللين للتعليق عرضه هاني دور إلى جمعة سعيد ينقل كرة إلى الجهة الثانية دبرجة حلوة يتركها إلى سامي الصانع يتقدم عاول يشوت لكن دور 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 صالح نادر كويت جائر بجميع جائر بجميع جائر بجميع تصغير الملعب على ناود القاتش الله مرور مرور والتقدم فيصل عجب في محاولة ممكن يمر يمر الله يحطها يا الله فيصل عجب مرور 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 وأنتو على طول حلوة حسين المساوي محمود شايد الله 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 محمود المرور شوف شوف محمود المضي شوف أنتوح جميل ما حسين المساوي وشوف هيتنا صباحاً تابعنا الأهداف وشوفنا اختيارات مناف من المفارقات أن جميع الأهداف اختارها مناف أتت على مرمى نادي القاتسية علي الهدف الثالث كان هدف الكويت الوحيد على القاتسية التي سجلها سامي الصانع ضمن الجولة السادسة وباغت فيها الحارس أحمد الفضلي الهدف الثاني هدف التضامن الوحيد مقابل خمس أهداف كانت القاتسية في آخر جولة من القسم الأول وسجل اللاعب فيصل عجب بامتياز الهدف الثالث هدف العربي الأول على القاتسية في الديربي بافتتاحية الدوري رأيك في هذه الأهداف دائماً مهند باختيار الأهداف يمكن معيار الذوق يكون هو الأهم بالنسبة لي وبالنسبة لذوقي أختار دائماً الأهداف اللي فيها مشاركة و جملة هجومية جماعية بالنسبة لي هدف العربي كان هدف مرضي كان من أجمل الأهداف اللي كان فيها استغلال المساحة ضعيفة في نادي القاتسية وترجمة بجملة وتسديدها ختام كان جميل جداً نعم ناصر تعليقك على الأهداف واختياراتنا بعد القسم الأول أتفق مع علي أن اختياري دائماً الأهداف أرى اللعب الجماعي يمكن هدف أنا بعد مميز شفته هدف حميد ميدو على نادي كاظمة كان الزيادة العددية وكان فيه جملة مركبة بين جمعة سعيد وباترك فابيانو فيه عمل جماعي كبير بالإضافة إلى هدف مرضي هدف مميز وأعتقد أنه هو يستحق الهدف رغم واحد في القسم نعم إذن هذا اللي عندنا في التوب ثري جولز للقسم الأول من دوري فيفا الممتاز الآن ننتقل إلى القسم الثاني في تكتيكاللاب وسنكون أنا والزملاء على طاولة التكتيك موسيقى أهلاً ناصر أهلاً علي في تكتيكاللاب ماذا فيك؟ الآن علي تكلمت عن أنصاف المساحات دعنا نتكلم ونشرح هذه الجزئية للمشاهدي ممكن مهند والأهم بالنسبة لي نحددها بالبداية وبعد ذلك نقدر نشرح باللقطات الوضعيات التي كيف تستقلها خصوصاً الوضعيات المختلفة إذا يعطونا الإخوان الصورة لنحدد فقط المساحة وين أساساً متواجدة ما بين تتكلم إذا تغسم الملعب ما بين جناحين وعمق في منطقة التي تكون الأصغر والتي هي أنصاف المساحة وقيمتها مهند نرى أسهم هذه الخيارات التي تعطي اللاعب خصوصاً التي يتحرك بشكل معاكس للقدم أو التي يستقلها من وضعية جري واختراق ودايماً مهند من هذه الوضعيات عندك أخطر ثلاث حالات أنت ممكن تستقلها والمدرب الذي يشتهد عشان يستقل هذه الوضعيات أما أنك أنت تتحرك جري بالكرة لها المنطقة وأغلب الذين يقومون هذه الجزئية ويخلقون هذه الوضعية الذين يأخذون الكرة بالاتجاه المعاكس للقدم المفضلة أو أنك تستلم خلف محاور الفريق الثاني والتي تعطي حيرة لظهير الفريق المنافس في المراقبة أو خروج القلب والخيار الثالث والخيار هو نوعاً ما هذا خطر الذي دائماً يأتيك اللاعب من وسط الملعب ويعمل لك الاختراق لأنه سيكون بزاوية نوعاً ما عمية على تنظيم الدفاع نعم، الآن أشاهد هذه الصورة وهذا الرسم أشرح لي أو أنصاف المساحات على الرسم يعني الآن هذا المربع زوايا الرؤية كتصور هذا استلام اللاعب أو المنطقة التي سيطلب فيها الكرة أو المنطقة التي يجري فيها ويعمل فيها الاختراق الأسفم هذه تمثل زوايا إذا استلمت الكرة من هذه الوضعية خصوصاً بالقدم المعاكسة للقدم خياراتك في التمرير؟ خياراتك ستكون كثيرة إما التمرير أو إما الجري بزاعة 80 درجة نوعاً ما وتكون خيارات أكبر من الجناح أو بعمق الملعب بالضبط لكن نمشي ونشوف اللقطات ونوضح الوضعيات المختلفة لإستغلال الهاف سبيس أو إنصاف المساحات ممتاز اللقطة الأولى نمشي ونشوف علي مقصيد كيف تحرك وإستغل المساحة توقف هنا اللقطة نشوف مهند تحرك بشكل معاكس لقدم المفضلة من الجناح اليمين للعمق وفتح زوايا تمرير بالهاف سبيس بقدم المفضلة بقدم الشمال لعلي مقصيد وهذا يساعد علي مقصيد بخيارين أما عمل الكثير للاعبين هنا في تماثل عدد ثلاثة ضد ثلاثة بين نادي العربي و نادي السالمية أو الخيار الذي خداه علي مقصيد بهذه اللقطة وهو التسديد المباشر بأرياحية تامة تمشي اللقطة ونشوفها نعم تابع أرض اللقطات كانت فيه أرياحية نشوف اللقطة الثانية ووضعية مختلفة لإستقلالها نشوف نادي الجهرة ودوار محمد سعد باختراق الهاف سبيس هنا تبدل اللقطة بضغط عالي ممتاز توقف اللقطة هذا سمحت مهند دائما لما نتكلم عن فريق منافس الذي هو نادي كاظمة ببداية البلدب أو بداية تطوير هجمته يعمل انتشار هجومي فالمساحات تصير كبيرة نتكلم عن المساحة الموجودة بين ظهير نادي كاظمة والسنتر باك تتكلم عن 21 متر هذا هنا يحسب لمحمد سعد بالوقت الذي خذ فيه قرار الجري به المساحة واستقلال أمثل الهاف سبيس به هاللقطة تمشي اللقطة محمد سعد خذ قرار ونشوف اللقطة بالهاف سبيس بشكل مثالي طلب الكرة به المنطقة عكس علي مقصيد مساعدة بالجري والتحرك العرضي وكان استقلال أمثل نتج عنا هدف تمشي اللقطة نعم ممتاز نتابع عرض اللقطات هذه اللقطة يعني اختطها كلها من استغلال وضعيات مختلفة الهاف سبيس بيس اللي هي أنصاف المساحات نشوف هذه اللقطة مهند هذه وضعية ثالثة لاستغلال الهاف سبيس وأنصاف المساحات توقف هنا اللقطة ذا سمحت الوقت اللي عبدالله بريتشي طلب الكرة بنفس المساحة اللي كنا نتكلم عنها وين المشاكل بالنسبة للمدافعين هنا اما الظهير يأخذ قرار يخرج ويعطي الصانع عفضلية بعمل لوفرلاب ومساحة كبيرة او واحد من السنتر باك يطلع ويقابل عبدالله بريتشي ويخلق واحد ضد واحد بين جمعة سعيد والقلب الاخر وهذه وضعيات خطرة على اي مدافعين تمشي اللقطة وهذه واحدة من الهداف اللي انتجت عن استغلال امثل انصاف المساحات بالملعب نعم واضح ودايما مهند لما نتكلم عن هذه الهاف سبيس هذه دائما يسعون لها اغلب مدربين العالم انه يشتهد بالحصص التمرين شون تتحاول تخلق الوضعيات بالملعب خاصة اما بتوظيف اللاعبين او باختيار رسم يساعد اللاعبين على التواجد بهذه المنطقة نعم ممتاز نروح الى حالات اخرى ناصر عندك بعض الحالات التعليق عليها مهند نتكلم نمساح عن الضغط المعاكس اللي طبغة نادي الجهرة نوقف الآن الضغط المعاكس اللي دائما يطبغى نادي الجهرة في اكثر مبارات واكثر من هدف نشوفه الآن اللاعب فيصل زايد اللاعب عبيد رافع يمكن هي اشارة ينتظرها المهاجمين لعمل الضغط المعاكس هنا نشوف فيصل زايد متمركز وياه سعيد فيصل سعيد وترك فيصل سعيد وسوى الضغط المعاكس ومعه ايضا عبيد رافع لحجب الرؤية على مساعد ندا وزاوية التمرير وتكون معدومة ونكمل اللقطة نشوفه هنا عبيد رافع على طول هنا في حال كسب الكرة هنا نوقف في حال كسب الكرة دائما نكون الانتشار سريع ودايما يطبق هنا هذه الجهرة ضغط معاكس على طول كسب الكرة انتشار سريع ودايما يسبب مشاكل الفرق نكمل اللقطة نشوفه هنا عبيد رافع بعد ما كسب الكرة على طول تحرك لفيصل زايد تحرك للمهاجم وسجل هدف ايضا في اللقطة الثانية الآن نشوف اخي مهند نفس الهدف اللي تكلمنا عنه عن محمد ساعد بالهالف سبيس نشوف تبادل الادوار نوقف اللقطة تبادل الادوار هنا بين عبيد رافع وفيصل زايد هنا منه عمل الضغط عبيد رافع وتمركز فيصل زايد ترك اللاعب في حالة الانتشار نادي كهذا ما ترك اللاعب ودايما فضل انه يعمل الضغط المعاكس نمشي اللقطة بعد كسب الكرة نشوفه هنا كسب الكرة على طول انتشار اللاعبين تحرك اللاعب تحرك محمد ساعد تسجيل هدف دائما نشوفها في اكثر من اللقطة ايضا في مباراة العربي سجل منها الهدف الثاني نادي الجهرة وحالات كثيرة نعم نعم نشوف حالة جديدة مباراة الكويت والعربي هنا بيوسف نتكلم عن التمركز الذي تكلمنا عنه حال تفعيل ماتي موقف اللقطة هنا نتكلم عن اللقطة توظيف بدر طارق وتوظيف محمد المرضي توظيف بدر طارق دائما النقطة التي تكلمنا عنها والأساسية لتوظيف بدر طارق هنا بدر طارق لما يتمركز ناحية الجناح اليمين بدر طارق عنده قوة كبيرة في التزديد وأيضا في التمرير وجود بدر طارق في أعلى نقطة في الملعب يحجب هذه الإمكانيات التي تتميز فيها بدر طارق هل هي اللقطة الآن؟ شوفوا هنا ووقف اللقطة شوفوا هنا بيوسف بدر طارق خد خيار واحد تزديد دائما هنا اللقطة تشوف أن المرمى بعيد عن بدر طارق عكس لو تواجد بدر طارق ناحية الجناح اللي سار تعطيه فرصة أكبر للتزديد اللي هو متميز فيها وأيضا للتمرير هذه اللقطة اللي نتكلم عنها اللي بدر طارق مميز فيها اللي هي الهالف سبيس أيضا لو نشوف بدر طارق متمركز ناحية الجناح الأيسر ويدش بعمق الملعب ويعطيك الأفضلية هذه عليك وهذه ناصر لما تكلمنا مساء على تساءل مهند على الفرق بين اللاعب اللي يقدر يشتغل كجناح أكسي معاكس للقدم وبين الجناح التغليدي بدر طارق مهند ما هو الجناح التغليدي اللي ري يطلع لي بره من هالزاوية ويعمل لك الكروس فاللزم الولد أن يتحرك للعمق وفتح الزوايا بقدم اليمنى اللي بهالاتجاه راح تكون صعبة وبعيدة عن المرمو نعم واضحة الفكرة ممتازة نتابع عرض اللقطات ونشوف هذه مبارات أخرى نوقف اللقطات نوقف اللقطات مهند الشي الأهم والميزة المهمة في نادي الكويت اللي ما شفناها بالموسم السابقين كل موسم السابق كان كامارا يشارك ثنائيته كانت دايما ويوسف الخبيزي لاعب بدني لاعب قوي لكن الشي الإيجابي اللي حصل في نادي الكويت تواجد حميد ميدو وكمارا تبادل أدوار بينهم لاعبين يقدرون يلعبون تحت الزقط لاعبين عندهم القدرة في الزيادة العددية نشوف هذه اللقطة هذا من أبرز أهداف القسم الأول شوف تواجد حميد ميدو وشوف زيادة العددية هذا من أجمل أهداف القسم الأول شوف زيادة عميدو كان في وسط الملعب وزيادة العددية وتسجيل هدف هنا قوة نادي الكويت في تبادل الأدوار بين كامارا وحميد ميدو في بعض اللقطات لو نكمل اللقطة الثانية هنا تواجد كمارة في حالة البناء من الخلف و سقوط كمارة بين القلبين نوقف اللقطة تواجد كمارة سقوطها بين القلبين بين حسين حاكم و يساعد لظهره على التقدم زائد وجود حميد و ميدو حتى بوجود الضغط العالي على كمارة كنا نشوف في أكثر من اللقطة حميد و ميدو يحرر الفريق و هذا شيء إيجابي لنادي الكويت قدرة المحاور الاثنين على اللعب تحت الضغط و هذا نكمل اللقطة و هذا يعطيك شيء إيجابي للفريق بزيادتهم العددية أو في حالة البناء من الخلف نعم واضحة ممتاز ناصر هل فيه لقطات ثانية و فيه لقطة الأخيرة اللقطة الأخيرة نشوف دور كمارة أيضا في زيادة العددية نشوف هنا حميد و ميدو و هو اللي سوى زيادة العددية لكن الآن نشوف تمركز ميدو في الخلف و زيادة العددية لكمارة و تسجيل هدف هذه النقطة الأبرج و القوة الكبيرة اللي يتمتع فيها نادي الكويت بتواجد حميد و ميدو و كمارة تبادل أدوار قدرتهم على البناء من الخلف و قدرتهم على تسجيل هدف و زيادة العددية نعم نروح الآن إلى التشكيلة المثالية اللي اخترها ناصر الشطي بعد نهاية مباريات القسم الأول و السبع جولات نشوف في حراسة المرمى اختار حارس مرمى ناد الجهرة بندر سليمان في خط الدفاع حسين حاكم و جمعة العنزي و على اليمين كظهير سامي الصانع و فهد صباح اما في خط الوسط اللاعب كمارة و المحترفين كمارة و رجيه و فيصل زايد و مشاري العازمي اما في المقدمة فراس الخطيب و فابيانو هذه تشكيلة طبعا المدرب و المحلل عفوا الناصر الشطي ناصر شنو كان معيارك في الاختيار اول شي اخترت بيوسف الرسم 441 واحد او 442 في حراس المرمى امكن كان الخيار ما بين بندر سليمان اللي قدم قسم اول كبير وبوجهة نظري وهو اكثر حارس بالمتواجدين احرز نقاط لفريقة وهو كان سبب رئيسي في احراز فريقة للنقاط ايضا حميد القلاف قدم قسم مميز و كان حاسم في مباريات كثيرة لكن اختيار لبندر سليمان كان حارس مؤثر تصدر ركلات جزاء قدم موسم مميز في خط الدفاع سامي الصانع حسين حاكم جمعة العنزي و فهد صباح يمكن بوجهة نظري ان سامي الصانع قدم قسم اول وهو الافضل في مركزه حسين حاكم ايضا خط دفاع الكويت بشكل عام لكن اخترت جمعة العنزي ما بين جمعة العنزي و علي نادر فضل جمعة العنزي بسبب بيوسف مشاكل نادي العربي الدفاعية واللاعب الاقل خبرة علي و الاقل مشاركة يقدم مستويات مميزة صحيح هو ما شارك فيه مباريات كثيرة شارك في ثلاثة مباريات لكن في المباريات اللي شارك فيها كان اللاعب الافضل في مركزه و اختياري في هذا الصباح ايضا بوجود محمد الهدود محمد الهدود قدم قسم اول مميز لكن في هذا الصباح كان مستوى ثابت خلال السبع المباريات اللي شارك فيها نعم شكرا ناصر الروح الى تشكيلة المحلل علي العليوة طبعا اتفقت مع ناصر في بعض الخيارات اللي هي حارس المرمى بندر سليمان وحسين حاكم في خط الدفاع كامارا ورجيه في الوسط وفيصل زايد وفابيانو في الخط المقدمة الاختلاف اتى بعلي نادر وارون امبيبي في خط الدفاع وحميد ميدو في الوسط جمعة سعيد والرياحي تكلم عن خياراتك علي في تشكيلتك بعد القسم الأول مهند بالنسبة لي يعني ما لقيته الصعوبة في خيارات التشكيلة بالقسم كانوا نوع مات تميز يعني على لاعب او لاعبين ممكن يدشون تشكيلة ويخرجون خارج التشكيلة لكن يمكن بالبداية تكلم على علي نادر مهند لما تكلم على علي نادر على راس هذه التشكيلة بالنسبة لي بسبب جزء مهم اليوم انت اللاعب المواطنة او اللاعب الكويتي يفتقد للجزء الاهم وله الاستمرارية في الاداء الثابت انا يمكن شفت اقل يعني نتكلم على شفت القسم كامل خصوصا بالامباريات المختلفة لنادي السالمية الوقت اللي كان نادي السالمية ما يقدم الاداء الامثل كان يبقى علي نادر وهو الافضل نعم شكرا علي شكرا ناصر وقبل الختام نحب يعني من مبدأ ان تصل متأخرا خيرا من ان لا تصل نبارك لكل المنتخبات العربية التي اعلنت وصولها الى نهائيات كأس العالم القادمة التي ستقام في روسيا 2018 بداية من المنتخب السعودي والمنتخب المصري ومؤخرا قبل يومين وجدنا منتخبين جديدين في مصاف الدول المتأهلة المنتخب التونسي والمنتخب المغربي واربع منتخبات عربية ستشرفنا في كأس العالم مبروك للجميع ومبروك للعرب ونحن بانتظار المنافسات ومبروك للمدربين اللي يعني اكيد لاقوا ضغوطات كثيرة وصعوبات كثيرة وصعوبات جمة في مشوار التأهل مبروك للصديق العزيز طبعا كابتن نبيل معلول اللي كان يقود منتخبنا في فترة ماضية واليوم وجدناه مع المنتخب التونسي متأهلا قد لك يا أبو محمد أنت ومن معك من لاعبين والإشقاء في المغرب ومصر والسعودية شكرا للجميع ونتشرف بمتابعتكم الأسبوع القادم تكتيكاللاب سيغطي منافسات كأس سمو ولي العهد والفرق ستكون تحت مجهر الزملاء المحللين هنا في تكتيكاللاب تصبحون على خير ومع السلامة